السلام عليكم في الحال مكسرقة مزمى معنا فيديو جايب القناة من سلسلة اخر اخبار سوق الانتقالات الصيفية والصراحة بالحلقة الماضية وصلنا فوق 3600 لايك وفوق 30 الف مشاهدة عدد يعتبر جدا رهيب خاصة انو وصلنا لهذا الرقم باقل من 12 ساعة لانو نشرنا الفيديو بالليل وجابها الرقم فيعتبر شي جدا ممتاز فان شاء الله اول ما نوصل 4000 لايك على هاي الحلقة فرح نزلكون حلقة اللي بعد فورا من سلسلة اخر اخبار سوق الانتقالات وطبعا قلت سابقا انو عندنا تحدي انو نوصل 50 الف مشترك قبل العيد صراحة لو جبنا هذا الرقم فرح يكون شي جدا خرافي وشي رح يحمسني اني نزل الالعاب تاني ونزل المحتوي يكون افضل بالقناة فبتمنى منكم اولا دعموا تنشر الفيديو بكل مكان مش هنحاول نوصل 50 الف مشترك قبل العيد فباسم اللي نبدأ من الخبر الاول عنه اللي هو انتقال لعاب المغربي عمر القادوري الى نادي بواك اليوناني طبعا تمشك الرسمي انتقال لعاب من نادي امبولي الى نادي بواك فيما لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة لاب البالغ من عمر 27 عام طوله 185 سنتيمتر لاب الموسم من ماضي 20 مبارا مع نادي امبولي في الدوري الايطالي وسجل 3 اهداف وصناع هدف واحد صراحة احصائياته تعتبر يعني جيدة بتقدر تقول نوعا ما لانه مركز اسي ام لكن معدل صناعة الاهداف عنده يعتبر قليل شوي تقييمه الموسم من ماضي 6.94 و3 نجوم مهارات و4 نجوم قدم ضعيفة نتمنى انه مع النادي اليوناني يقدم هالأداء الممتاز فهذا بالنسبة للخبر الاول ننتقل للخبر اللي بعد عنا واللي هو انتقال لعب نيانج الى نادي تورينو طبعا كشفت باطصف الايطالي عن قرب انتقال اللعب نيانج الى نادي تورينو وكشفت باطصف ان الصفقة ستكلف النادي الايطالي بحدود المبلغ 20 مليون يورو او بحدود 20 مليون يورو يعني فاللعب البالغ من عمر 22 عام وطوله 184 سنتيمتر فشل يعني باثبات حقيته بالتواجد كاساسي بتشكيلة نادي ميلان وكان معارل الموسم الماضي من منتصف الموسم لاخر الموسم كان معارل الى نادي واتفورد الانجليزي فلعب 34 مباراة سجل 5 اهداف وصنع 5 اهداف حصائيته بشكل عام يعني تعتبر جيد الصراحة لكن في لعبين افضل منه حاليا بهجوم نادي ميلان مثل اندري سيلفا وكالينيتش حاليا اللي تعاقدوا معهم من فترة فالصراحة راح يكون يعني صفقة جيدة بالنسبة للعب لو انتها اللي بيحصل على فرصة اكبر للمشاركة كاساسي فتقييم الموسم من ماضي 6.65 اربع نجوم مهارات واربع نجوم قدم ضعيفة فهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل للخبر اللي بعد عنه واللي هو انتقال لحارس بيبي رينا الى نادي باريس انجيرمان طبعا كشف اضباط الصحف الفرنسية ان النادي باريس انجيرمان قدم عرض لادارة نادي نابولي من اجل حصولها لخدمات الحارس بيبي رينا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية صراحة ما بعرف ليش قدموا هالعرض يعني حارس بلغ من عمر 34 عام يعني لو راح على نادي باريس انجيرمان فما راح يلعب موسم او موسمين بالكتير وخاصة انه عنده نتراب وعنده الحارس التاني اريولا فالحارس بلغ من عمر 34 عام طوله مية وتمانية وتمانين سنتيمتر لاب الموسم من ماضي 48 مباراة تلقت شباكو 57 هدف وعمل 14 كلينشيت بالرغم من انه عمره 34 سنة الا انه احصائياته تعتبر جدا ممتازة شفنا ايضا بوفون بالدوري الايطالي يعني حاليا عمره بحدود 39 سنة الا انه اداءه يعتبر مازال يعني يعتبر جدا ممتاز فطبعا الحراس كله نجمة مهارة وثلاثة نجوم قدم ضعيفة فهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل للخبر اللي بعد عنا واللي هو انتقال لعب رافينيا الى نادي ارسنال طبعا كشفت باط الصعف الانجليزي عن ان نادي ارسنال قدم عرض بقيمة 35 مليون يورو لادارة نادي برشلونة ونجل حصول على الخدمات اللاعب رافينيا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعب البالغ من عمر 24 عام وطوله 174 سنتيمتر لعب الموسم من ماضي 28 مباراة بصفوف النادي البلاو جرانا سجل سبع اهداف وصنع خمس اهداف يعني شارك ب12 هدف من 28 مباراة حصيات تعتبر جيدة جدا خاصة ان اللاعب مركز وخط وسط فما يعتبر مهاجم او مهمة تسجيل الاهداف فتقييمه الموسم من ماضي 7.02 و4 نجوم مهارات و4 نجوم قدم ضعيفة حصيات اللاعب بشكل عام تعتبر جيدة جدا الصراحة الموسم من ماضي ولو انتقل الى ارسنال فتكون ايضا اضافة جدا ممتازة لكن ايضا النادي برشلونة ما لازم يبيعه ولا لعب حاليا خاصة مع ضعف يعني خطوط الوسط عندهم عندهم ضعف الصراحة بخط الوسط يعني انياس تتقدم بالسن وراكتيتش معد يعني راكتيتش اول موسم يعني اول موسم لما كان راكتيتش ببرشلونة كان اداء الصراحة خرافي جدا فبشوفوا ان رفيني لو ضل ببرشلونة راح يقدم شي ممتاز خاصة ان اللاعب يعني ما زال عمره 24 سنة فهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل الى الخبر اللي بعد عنه وانتقال لعب شيكابالا الى نادي الرايد طبعا تبشك الرسمي انتقال لعب من نادي الزمالك الى نادي الرائد بصفقة اعارة لعب البلغ من عمر 31 عام وطوله 188 سنتيمتر لعب الموسم الماضي 35 مبارعة مع نادي الزمالك سجل 5 اهداف وصنع 12 هدف يعني شارك ب 17 هدف يعتبر الصراحة شي جدا ممتاز بالنسبة له لعب الموسم الماضي يعني تقييمه 6.77 طبعا ما في نجوم مهارات ونجوم قدم ضعيفة لعب يعني سبق له انه نزلت له بطاقة بلاعبة فيفا لما كان مع نادي سبورتي جليشبون البرتغالي تقريبا بلابت فيفا 15 مالي متأكد بالضبط لعب جدا ممتاز ونتمنى ان يقدم هالاداة برفقة الرائد فطبعا رح يلع مباراة ضد نادي الزمالك اول مباراة له مع نادي الرائد فرح تكون ضد نادي الزمالك فالصراحة رح تكون مباراة اكيد جدا قوية لعب من لعبين جدا ممتازين الصراحة وهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل الى الخبر اللي بعد عنه وانتقال لعب كلوكاس الى نادي سوانزي سيتي طبعا بشكل رسمي انتقال لعب نادي هال سيتي الى نادي سوانزي سيتي مقابل مبلغ 16.3 مليون يورو مبلغ يعتبر غالي اساسا من اللعب يعني بطاقته بشكل عام تعتبر ضعيفة بلاعبة فيفا فاللعب البالغ من عمر 26 عام طوله 178 سنتيمتر لعب الموسم الماضي 41 مباراة سجل 3 اهداف وصلنا هدف وحيد تقييمه 6.67 فهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل الى الخبر اللي بعد عنه وانتقال لعب ريناتو سانشيز الى نادي موناكو طبعا كشف طباط الصحف الفرنسية عن وجود مفاوضات ما بين ادارة نادي موناكو وادارة البافاري من اجل الحصول على الخدمات لعب ريناتو سانشيز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعب الوالغ من عمر 20 عام وطوله 176 سنتيمتر يعني ما اثبت جدارته مع نادي بباير مينخ وما حصل على فرصة اساسا بالمشاركة يعني اغلب المباراة كان عم يشارك فيها كبديل فلايب 25 مباراة ما سجل ولا هدف ولا حتى صنع السعياته بشكل عام تعتبر جدا سيء الصراحة باول موسم له مع نادي باير مينخ تقييمه الموسم ماضي 6.45 ثلاثة نجوم مهارات واربع نجوم قدم ضعيفة الصراحة لو انتقل الى نادي موناكو فاكيد اداؤه رح يتطور بشكل اكبر ورح يحصل على فرصة اكبر بالمشاركة خاصة انو نادي باير مينخ يعني الصراحة اخطوط وسط عندهم جدا اقوية يعني مثل فيدال وتياغو الكنتارا وغيرهم فاكيد رح يكون من الصعب جدا انو يشارك بشكل اساسي مع نادي باير مينخ فلو انتقل الى نادي موناكو فراح تكون صفقة جدا ممتازة او لو اعاروا يعني نادي باير مينخ فبيتطور اداؤه اكيد فهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل على الخبر اللي بعد عنا وليو انتقل اللاعب غاراي الى نادي يوفنتوس طبعا كشفت باط الصحف الايطالية ان نادي يوفنتوس متمسك بشدة ومن اجل التعاقد مع اللاعب ازيكل غاراي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية من اجل تعويض رحيل بونوتش يعني صفوف نادي السيدة العجوز طبعا ايضا بونوتش يعني صعب انو يتعوض لكن غاراي بشكل عام يعتبر من المدافعين الجدا ممتازين عمره تلاتين سنة وطوله مية وثمانة وثمانين سنتيمتر لعب المسم الماضي تلاتة وثلاتين مبارعة مع نادي بالانسيا معدل الاطالكور عنده اثنين تقييمه الموسم الماضي 6.86 احصائياته بشكل عام تعتبر جيدة جدا الصراحة الموسم الماضي بالرغم من الاداء السيئ لنادي بالانسيا الموسم الماضي الا انو اللاعب بشكل عام كان يعني اداءه يعتبر جيد نجمتين مهارات وثلت نجم قدم ضعيفة فلو تالي اوفنتوس صراحة رح تكون اضافي جيدة صح انو ما رح يعود بونوتشي لكن بشكل عام رح تكون اضافي جيدة فهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل على الخبر اللي بعد عنه ولو انتقال لعب كريكوفيك لنادي ميلان طبعا كشفت باط الصحف الفرنسي ان نادي باريسان جيرمان عرض على نادي ميلان من اجل حصوله على خدمات اللاعب كريكوفيك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية او كريتشوفيك مو مهم اسمه المهم اللاعب البالغ من عمر 27 عام وطوله 18 سنتيمتر لعب الموسم من ماضي 16 مبارعة معدل اطالكور عنده 1.2 تقييمه الموسم من ماضي 6.70 نجمتين مهارات وثلاثة جنوب قدم ضعيفة لعب يعني فشل مع نادي باريسان جيرمان كان بيلعب مع نادي اشبيليا بالدوري الاسباني وبعدين انتقل على الدوري الفرنسي لكنه ما قدم هالاداء الممتاز اداءه كان الصراحة يعتبر عادي جدا فلو انتقل لنادي ميلان فاكيد رح يمكن يتطور اداءه بشوف من وجهه تنظري بالرغم من انه كان يلعب دوري فرنسي يعني دوري يعتبر الاسهل نسبيا من الدوري الاسباني لكن بالرغم من هناك فشل يعني من اطاقلهم مع نادي باريسان جيرمان فلو انتقل على نادي ميلان فاكيد ممتاز بسوق الانتقالات الحالية خاصة انه ميلان يبدو انه ماحد رح يوقف بسوق الانتقالات الحالية تم ان تعاقدوا حاليا مع إيد عشر او اثناشر لاعب صراحة فريق ميلان رح يكون فريق جدا ممتاز فهادا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل للخبر اللي بعد هنا وليو انتقال لعب ريجوني لنادي زينة سامبترزبارج الروسي طبعا انتم بشكل رسمي انتقال اللعب مقابل مبلغ 9 ملايين يورو يعني مبلغ يعتبر معقول صراحة بالنسبة لمثل هاد اللعب لعب الموسم الماضي لعب 27 مباراة سجل 8 هدف وصنع هدف وحيد كان بيلعب طبعا بالدوري الارجنتيني فتقييمه الموسم الماضي 7.13 لعب ما زال عمر 24 سنة وطوله 180 سنتيمتر المدير الفني يعني لنادي زينة سامبترزبارج الروسي اللي هو روبيرتو منشيني يعني يرغب بضم عدة لعبين وضم عدة لعبين الصراحة هاد الصير وبظن ان فريق زينة رح ينافس يعني على البطولات البطولة يمكن تقدر تقول بطولة الدوري الاوربي احتمال ينافس عليها لانه دوري الابطال الصعب جدا انه ينافس عليها يمكن اخره انه يوصل لدور 16 فاللعب البالغ من عمر 24 عام وطوله 180 سنتيمتر 3 نجوم مهارات و5 نجوم قدم ضعيفة فهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل للخبر اللي بعد عنا ولي هو انتقال لعب سيرجي سامبر الى نادي لاس بالماس طبعا انتم بشكل رسمي انتقال لعب من نادي برشلونة الى نادي لاس بالماس بصفقة عارة لمدة موسم 1 لعب البالغ من عمر 22 عام وطوله 181 سنتيمتر كان معار الموسم ماضي ايضا من نادي برشلونة الى نادي غرناطا فلعب الموسم ماضي 24 مباراة معدل عطا الكرة عنده 1.1 حصياته بشكل عام تعتبر جيدة كنا متوقعين انه يظل مع برشلونة هاد الموسم لكن يعني الصفقة تعتبر جيدة انه عاره اللعب مشان يطور مستواه ويرجع يعني يقدم هالأداء الممتاز فتقييمه الموسم الماضي 6.26 نجمتين مهارات و3 نجوم قدم ضعيفة فهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل للخبر اللي بعد عنا ولي هو انتقال لعب اليونة الميسي الى نادي منشستر سيتي طبعا كشفت باط الصحف الانجليزي ان نادي منشستر سيتي ما زالنا مسترع على التعاقد مع اللعب اليونة الميسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وبدأت بعض المتاجر بيبيع قمصان ميسي بالفعل يعني عليها الرقم 10 وبدأوا يبيع قمصانه بالفعل فهل تتم الصفقة ولا لا؟ من وجهة نظري طبعا انه الصفقة صعب جدا انه تتم بعض الناس سألتني ليش انه لو عم تقول الصفقة صعب انه تتم او ما رح تتم ليش عم تنشر الخبر؟ طبعا انا بنشر كل اللي بتقول الصحف يعني الكلام ما بجيبه من عندي فانا بعطي رائي بالصفقة فهذا الشي يعني انا بعطي رائي بالصفقة بجيب الصفقة وبعطي رائي فيها فاللعب البالغ من العمر 30 عام وطوله 170 سنتيمتر لعب الموسم الماضي 52 مباراة سجل 54 هدف وصنعت 19 هدف احصائياته مجنون الصراحة الموسم الماضي شارك يعني بحوالي 73 هدف من 52 مباراة تقييمه الموسم الماضي 8.45 لو انتقل لنادي مشتر سيتي فراح تكون اقوى صفقة يعني اكيد بتاريخ كرة القدم صح انني مارا اتقل من كم يوم لكن اليون الميسي صراحة يعني رح تكون صفقة جدا مدوية وجدا غالية خاصة مع غلاء اسعار اللاعبين قيمة الصفقة رح تكلف النادي مشتر سيتي بحدود للمبلغ 300 مليون يورو هذا لو تمت لكن الصفقة صعب جدا انه تم فهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل للخبر اللي بعد عنه اليون تقل لعب عثمان ديمبل الى نادي برشلون طبعا تم شكل رسمي تقل لعب من نادي بروسي دورتمود الالماني الى نادي برشلون الاسباني بالرغم من انه نادي برشلون اليوم يعلن عن الصفقة الا انه قناة بي ان سبورت اعلنت ان الصفقة تمت مقابل مبلغ 150 مليون يورو مقسم 120 مليون يورو زائد 30 مليون كحوافز فاللعب البلغ من عمر 20 عام طوله 178 سنتيمتر لعب لمسم الماضي 49 مباراة سجل 10 اهداف وصنع 21 هدف يعني شارك ب 31 هدف تقييمه لمسم الماضي 7.46 اللي بيميز اللعب انه بيلعب بالقدمين اليمنى واليسرى في خمس نجوم مهارات وخمس نجوم قدم ضعيفة رح يكون اضافة جدا قوية لبرشلونة خاصة يعني بعد ما كان بعض الناس تطلب اقالة برتمية واقالة ادارة نادي برشلونة حتى لغاية الان لكن ديمبل يعتبر اضافة جدا ممتازة لبرشلونة خاصة قبل نهاية سوق الانتقالات نادي برشلونة لم يعلن عن الصفقة لغاية الان لكن اكيد رح يعلن عنها بالساعات القادمة احتمال لما يكون انتشر الفيديو فرح يكون ن نادي برشلونة اعلن عن الصفقة صفقة جدا ممتازة وببروك على كل البرشلونيين هاد اللعب لعب يعتبر جدا ممتاز و اكيد رح يقدم على الاداء مع نادي برشلونة فهذا كان بالنسبة لهذا اللعب والنسبة لهي الحلقة من سلسلة اخر اخبار سوق الانتقالات الصيفية فبس شبابيك وصلنا لهذا الفيديو بتمنى ان الفيديو يعجبكم بتمنى دعمكم بزر لايك وتشترك بالقناة دمك بنشترك وصراح حابب انه نصل اربعة تالاف لايك مشان ننزل الحلقة اللي بعده من هاي السلسلة ان ش نحاول انه ننزل فيديوهات كتير ان شاء الله بها الفترة فبتمنى منكم اقوى دعم وتشترك بالقناة دمك بنشترك ونشار الفيديو بكل مكان وطبعا قلت سابقا انه عندنا تحدي انه نوصل خمسين الف مشترك قبل العيد فبتمنى انه نحاول نوصل على هذا التحدي او نجيب التحدي الصراحة رح يكون شي جدا ممتاز لو اقدرنا انه نجيب التحدي فبس عدلك عندي اليوم اشوفك على خيف ديار جاية في امان الله